بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدة قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير جمهور النادي الأهلي العظيم أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترينت في البداية قبل ما أدخل في أي تفاصيل لا علاقة بحلقة النهاردة يمكن خالص التمنيات والدعوات بالشفاء العاجل لمعالي الوزير العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي يمكن إحلا ومعاكم حتى كل يوم لازم نبدأ حلقتنا بالتأكيد بخالص الدعوات والتمنيات بالشفاء للأستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي دون الدخول في أي تفاصيل يمكن الحالة الصحية أو الحالة الطبية لأي إنسان أكيد مش مجال للصبق الصحفي أو الإعلامي أو للتفاصيل اللي ممكن نقولها لأي حد ده بالتأكيد بأمر يخص العائلة والأسرة لكن دورنا الإعلامي اللي احنا لازم نفكر الناس إن الدعوات مهمة جدا في الفترة دي لمعالي الوزير العمري فاروق نتمنى له يا رب الصحة والسلامة والعافية بإذن الله وإنه يخرج سالماً غانماً لأسرته وأصدقائه ولكل عائلة الأهلي اللي بالتأكيد يومياً بتبقى حريصة على زيارته في المستشفى حتى لو ما حدش بيلطق بيه لأنه في العناية المركزة ولكن التواجد مع أسرته التواجد مع دكتور خالد العمري التواجد مع دكتور هشام العمري أشقائه مع والده ومع والدته دي جزئية مهمة جداً حرص مجلس دارة النادي الأهلي يومياً على التواجد في المستشفى للإتمئنان على صحته يمكن دلوقتي الأمر الصحي تدخل في حوالي سبع أيام أو ثمان أيام لكن يا رب بإذن الله قريباً جداً نطمئن عليه ويقوم بصحة وسلامة بإذن الله خلال الفترة اللي جاي ده أمر مهم جداً كان لازم أبدأ به حلقة برنامج التريند الأمر الثاني بقول لفريق كرة السلة في النادي الأهلي سواء فريق المرتبط أو حتى فريق الأول فريق الرجال ألف مبروك على الفوز بالأمس على الزمالك في صالة الزمالك في ميت عوبة سواء في لقاء المرتبط أو حتى في لقاء الفريق الأول بعد 48 ساعة كمان في مبارتين هتتلاقي في صالة دكتور حسن مصطفى لأن صالة الأمير عبدالله الفصل أكيد مجهولة الفترة اللي جاي بإنعقاد الجماعية العمومية للنادي الأهلي يومي الجمعة والسبتو لكن مهم جداً أبارك لفريق كرة السلة أدى مباراة كبيرة جداً بغض النظر على المستوى التحكيمي وما حدث مع جوستي بوش المدير الفن الأسباني لفريق كرة السلة ولكن مهم جداً نبدأ حلقتنا بمباركة لفريق كرة السلة على الأداء الجيد على الأداء الفن المميز على الروح الرياضية كمان اللي ظهرت مباراة في مباراة كرة السلة لأن دا يندل على شيء بيدل على أن فريق الباسكت في النادي الأهلي فريق كبير جداً وصل لمرحلة من العالمية أنه يقدر يكسب المباراة الكبيرة حتى في مصر بسهولة لأنه بتأكيد أصبح ينافس دلوقتي على البطولات الإفريقية والتواجد في بطولة العالم تحت قيادة الأسباني أجستي بوش حالة النهاردة فيها كواليس وتفاصيل مهمة جداً نتكلم عن أمر مهم جداً للنادي الأهلي في الفترة اللي جاية نتكلم عن كواليس مهمة جداً لمنتخبنا الوطن في التصفيات الإفريقية الموهلة لكاسة العالم وعندنا مباراة مع جيبوتي بعد غد إن شاء الله على أستاذ القاهرة أو بكرة بكرة الخميس إن شاء الله على أستاذ القاهرة الدولي الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة لكن بسرعة أبدأ حلقتنا بسؤال حالة النهاردة ومن المنتخب هيلعب بكرة فعايز أعرف توقعات حضراتكم على تشكيل منتخب مصر في لقاء جيبوتي في الجولة الأولى للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكاسة العالم عشرين ستة وعشرين تقدروا تشاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة على السوشيال ميديا وفي الجزء الأخير هستعرض أكبر قدر من توقعاتكم على تشكيل منتخبنا الوطني كل التوفية رب بإذن الله في حصد أول سلاس نقاط لمنتخبنا في تصفيات كأس العالم لكن بسرعة نروح لأهم العنوان في ترند الأهلي الفريق يعود للتدريبات الأحد استعدادا لمواجهة ميدياما الغاني وفي الترند المحلي المنتخب يستهل مشواره غدا بتصفيات مونديال عشرين ستة وعشرين وأخيرا محمد صلاح ومرموش جاهزان لمباراة جيبوتي جولة من مباراة اليوم والنهاردة نبدأ نقول بداية الأجندة الدولية والتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بداية الجولة الأولى الساعة اثنين من ظهر اليوم كانت فيه مباراة ما بين غينيا الاستوئية مع نبيبيا والمباراة انتهت بفوز غينيا الاستوئية بهدف مقابل لشيء هذه المباراة مهمة جدا بالتأكيد لأحد المنتخبات العربية لأن منتخب تونس بينافس في هذه المجموعة مع بتسوانا وسوتومي نتمنى توفيه رب بإزدلال المنتخب التونسي أيضا منذ قليل انتهت مباراة انطلقت في الساعة الثالثة عصرا ما بين رواندا وزنبابوي وانتهت بالتعادل السلبي سفر سفر هذه المجموعة ايضا فيها منافسة قوية جدا خاصة ان فيها منتخبي نيجيريا وجنوب افريقيا وقد يكون هذه المجموعة فيها فرصة ان يكون المركز الثاني في المنافسة على نصف مقعد من التصفيات الافريقية المهيلة للكأس العالم الساعة ستة في مباراة ما بين جمهورية الكنغو الدموقراطية مع موريتانيا بالتوفيه رب للأشقاء في موريتانيا والساعة تسعة مباراة همنا بالتأكيد مباراة اثيوبيا مع سيراليون هذه المباراة هتقام في ملعب الجديدة في المغرب ملعب الدفاع الحسن الجديدة هيستضيف مباراة اثيوبيا وسيراليون اثيوبيا ما عنداش ملعب معتمد فاختارت المغرب لمباراة اكيد لما تجي تلعب مع منتخبنا المصر مش هتلعب في المغرب هتعمل زي سيراليون بدل ما تلعب في المغرب ممكن تروح تلعب بها في ليبريا ممكن تلعب في بروندي هنشوف الفترة الجاية لما ييجي معاد مباراة مصر مع إثيوبيا لكن مباراة سيراليون القادمة إن شاء الله الإسبوع اللي جاي هتتلعف في ليبريا دي أبرز مباريات ومواجهات اليوم في التصفيات الإفريقية المؤهلة بإذن الله لكاس العالم عشرين ستة وعشرين في كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك نخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع عندنا كواليس وأخبار وتفاصيل مهمة جدا تخص الأهلي وتخص صعيدة المنتخبنا الوطني أهلا بحضراتكم من جديد طيب الفترة الحالية كلكم عارفين طبعا فات التوقف دولي نتيجة مشاركة منتخبنا في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكاس العالم يا رب وفق منتخبنا في هذه التصفيات بقلق جدا لما بيكون مستوى التصفيات سهل لازم يطلع لنا كده يعني مقلب في النص يعني أنا فاكر في مرة كنا باللعب تونس ولايبريا كلام دا كان في التصفيات كاس العالم 98 اللي كانت مؤهلة لفرنسا لعبنا مع تونس مباراة كبيرة ومباراة كويسة ولكن الضربة اللي جاءتنا كانت من ليبريا برضو في فترة من الفترات كانت معنا المغرب والسنغال والجزائر ثلاث قوى عظمى في القرى الإفريقية عملنا معهم مباراة كبيرة وكسبنا ولكن كانت اللقطة اللي أثرت على ترتيب منتخبنا كانت مباراة ناببيا لما تعدلنا معهم في ناببيا وكنا متاخرين كمان بهدف مقابل لاشيء لولا هدف التعادل لإبراهيم سعيد فأنا متابعة التصفيات من 94 يعني من 94 بدأت تشوف تصفيات منتخبنا الوطني فكان كل مرة لازم يواجهنا حد كده يعمل معنا لقطة يبعدنا عن التأهل للمونديال المرة دي يا رب ان شاء الله ما يكونش فيه مشكلة لا مع سيراليون ولا إثيوبيا ولا بوركينا ولا جيبوتي اللي هتبدأ ان شاء الله مبارتها مع منتخبنا بقرة ولكن في الفترة حاليا فترة توقف دولي فالأهل بالتأكيد في برنامج أعد مرسل كولر استعدادا لأولى مباريات إفريقيا أمام دياما الغاني المباراة ان شاء الله هتتلعب يوم 25 نوفمبر يوم السابت اللي جاي اللي بعده الساعة 9 مساء على استاد السلام ولكن قبل ما خلش الموضوع الملعب والقصة دي كولر حدد برنامج الفترة اللي جاي أولا الجهاز الفني السويسر بقارة مرسل كولر خده أجازة بعد مباراة الجونة والأجازة تنتهي يوم السابت اللي جاي يرجع كولر يوم السابت الفريق هيستأنف تدريباته يوم الحد هيتمرن حد واثنين وثلاث وياخد أجازة يوم الأربع وبعد كده هيعمل تدريب الخميس وتدريب رئيس يوم الجمعة ويدخل معسكر مغلق الاستعدادة لمباراة ميدياما الغاني في الجولة الأولى لمباراة المجموعات في دوري أبطال إفريقيا المباراة دي هيقودها ويجيرها تحكميا الحكم المالي بوبوتراوري هو اللي يدير هذه المباراة تحكميا وللأسف ما فيش تقنية فيديو وفي مباراة تدور المجموعات طيب في الفترة دي يعني الإسبوع اللي جاي نقدر نقوله هو الإسبوع الحاسم في التدريبات والاستعدادات لمباراة ميدياما طيب الإسبوع الحالي كانت فترة أجازة البعض ممكن يقولك إسبوع كتير في برنامج وفي اتصال من كولر مع اللاعبين في جروب واتساب أكيد بيتابع من خلاله البرنامج الخاص اللاعبة اللي بتنفزه فيه لعيبة على فكرة مخديتش راحة فيه لعيبة بتنزلي نادي فيه لعيبة بتعمل تدريبات فردية فيه لعيبة بتعمل تدريبات في الجيم فإن شاء الله بإذن الله مع استيناف في التدريبات إن شاء الله يوم الحد اللي جاي يكون الفريق في أهبة الاستعداد للبطولة الإفريقية دور الأبطال خلاص بأنسينا مشوار الدور الإفريقي مباراة السوبر الإفريقي عندنا يعني تحدي كبير جدا دورة أبطال إفريقيا الأهلة وحامل اللقب وهي البطولة المعتمدة الرسمية المؤهلة لكاس العالم للأندية فإن شاء الله بإذن الله الجهاز الفني يستفيد من أخطاءه السابقة عشان يتغاضى عنده في دور الأبطال المصابقة السنة دي مش مرحلة كلها لبعد كاس الأمم تبتتكلم ما يقرب من أربع مباريات قبل كاس الأمم فتأهلك للدور التالي دور ربع النهائي هي تحدد في شهر 12 تبتتكلم من 3 إلى 4 مباريات والمباريات الرابعة حسب مشوار الآله في كاس العالم للأندية فأنت بتتكلم على ما يقرب من 60% ل70% من مباريات المجموعات هتحسب مبكرا وتعرف مشوارك أنت مكمل ولا لا قدر الله عيبقى فيه تعصر قبل الجولة الخمسة والستسة اللي هتتلعب في نهاية فبراير بعد كاس أمم إفريقيا فنتمنى التوفيق رب للنادي الآله في المرحلة اللي جاية بطش الآله ميدياما وده التوبك التاني الموضوع التاني اللي هتكلم عليه هيكون على أستاذ السلام رسميا المباراة هتقام على أستاذ السلام ليه؟ كولر كان ليه رغبة أنه يلعب في ملعب المولين وكولر شايف أن ملعب المولين كان ناحية فنية أفضل من ملعب السلام وأفضل كمان من الصفر لإسكندرية وتلعب في أستاذ برج العرب كان ليه رؤية والفترة اللي فاتت الأهل اتأخر شوية في تحديد الملعب لأنه كان بيحاول مع الاتحاد الإفريقي يختار ملعب المولين العرب ولكن الاتحاد الإفريقي كان ليه وجهة نظر تاني تعالوا نشوف إحنا انفرضنا في هذه الجزئية من حوالي عشر أيام وقلنا إيه؟ وما كناش ساعتا محتاجين حتى نعمل اتصال تليفوني على الهواء مع مدير هاية الأستاذ الأستاذ وليد عبدالوهاب لأن احنا تلقينا كده شوية تفاصيل ومعلومات لما طلعا صرح وقال الأستاذ هيتقفل الفترة اللي جاية فبعتنا وسألنا واستفسرنا عشان نشوف موقف اللي استاد إيه تعالوا نشوف في حلقة 5 موفمبر إحنا طلعنا اتكلمنا من قبل أي حد ما ياخد باله إيه اللي هيحصل لما استاد القهرية تقفل والآله كان بيفكر إزاي إلى أن وصلنا بالأمس لتحديد ملعب المباراة نطلع نتابع ونرجع لنا عندي تفاصيل جديدة في هذه الجزئية عرفت أن الاتحاد الإفريقي المفروض بينتظر خطاب رسمي خلال الساعات اللي جاية عشان يعرف مباراة الآله في الجولة الأولى هتتلعب فين وسألنا الأستاذ وريد عبدالوهاب مدير هيئة استاد القاهرة وقالنا أنه بشكل رسمي استاد القاهرة الدولي هيغلق فجر يوم 17 نوفمبر بعد مباراة منتخبنا الوطني مع الجيبوتي في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم الجولة الأولى يوم 16 نوفمبر بالليل على طول بعد المباراة فجر يوم 17 الأستاذ هيتقفل لأنه هيتم الصيانة لأرضية الملعب وزرع فيما معناه يعني بيقوله زرع البزرة الشتوية عشان أن نجي له في الفترة اللي جاي طيب لما سألنا أستاذ وليد الأستاذ هيتقفل فترة قد إيه من 17 نوفمبر لغاية قد إيه قالنا لفترة أسبوعين على أقل تقدير يعني بنتكلم من 17 نوفمبر لغاية 4 أو 5 ديسمبر بحد أقصى معنى كده أن مباراة الأهلي وميدياما الغاني في الجولة الأولى مش هتتلاعب على أستاذ القاهرة مش هتتلاعب على أستاذ القاهرة وده كلام نهائي رسمي بنقوله لحضراتكم طب هذه المباراة تتلاعب فين في الأستاذات المعتمدة في مباراة أدوار المجموعات أستاذ القاهرة أستاذ السلام أستاذ 30 يونيا في الدفاع الجوي أستاذ برج العرب أستاذ سويس أستاذ هيئة قناة السويس بنتكلم على 6 ملاعب معتمدة في مصر هل الأهل يلعب مع مدياما في أستاذ السلام؟ حتى الآن الأهل لم يحدد موقفه في الملعب البديل وقتها الأهل لم يحدد موقفه في الملعب البديل بعت للاتحاد الإفريقي على مدار الأسبوع والعشر تيام اللي فاته بيطلب أن يلعب في أستاذ المأولين العرب الموضوع ما خدش 24 ساعة 48 ساعة من دي وان رد الاتحاد الإفريقي ملعب المأولين العرب ليس من ضمن الملعب المعتمدة اللي احنا بعتناها في خطاب رسمي قبل انطلاق دور المجموعات عشان نحدد لكل نادي هيلعب فين وبالتالي فكرة اللعب في المأولين فكرة غير مطروحة إطلاقا فالأهل طلب إن على الأقل تكون فيه لجنة تفتيش تيكي تزور الأستاذ على الأل للمعاينة عشان لو اديت أبروفي بقى أوكي برضو الاتحاد الإفريقي تمسك وقال لك لأ عندك ست ملعب معتمدة اختار منها إذا مالك اختار برج العرب السلام معي تلايب عليه مباراة فيوتشر في الكونفيدرالية بيرامدز عنده ملعب 30 يونيا فكان خلاص الرؤية الفنية مع الأمور الإدارية في الكاف مش هيبقى فيها تنصيق وبالتالي كان الأهلي محتاج إنه يختار ملعب بديل وبالفعل تم اختيار ملعب السلام لإقامة مباراة الأهلي ومديامة الغاني فقط لحين الانتظار ونشوف موقف الساد القاهرة بعد يوم 15 هل هيكون جاهز للصدافة مباراة الأهلي وشباب بولوزداد في الجولة التالتة يوم 19 الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة ولا لسه لو لا قدر الله جينا ليوم 15 أو 16 والساد القاهرة مش جاهز ولو إن ده قبلها بخمس يامل كيف هيسأل أكيد يعني ساعتها الأهلي برضه هيتطر يلعب في الساد السلام مباراة شباب بولوزداد طيب ملعب المؤولين هل الأهل هيستغل مبارياته المحلية عليه الفترة اللي جاية نعم ما هو الأمر يا جماعة خدوا بالكو مش برغباتنا ولا برغبات الجمهور كل شايف ملعب المؤولين إن كان ناحية فنية أصلح لي أفضل لي ليه نقطتين نقطة فنية ونقطة لجستية نقطة فنية إنه شايف ملعب المؤولين قريب يعني ممكن فيه تفاصيل بالساد القاهرة ونقطة لجستية الرجل مش عايز يسافر مش عايز يسافر على اسكندرية لأنه عنده سفريات كتير الفترة اللي جاية يعني أنت هتلعب مطش ميدياما عندك مطش في القاهرة مع اسموح هيكون في ملعب المؤولين بعد كده هتسافر على تنزانيا بعد كده هترجع عندك مباراة مع زد بعد كده هتلعب مباراة مع شباب بلوزداد بعد كده هتسافر السعادة يوم 11-12 عندك مطش يوم 15-12 فالسفريات الكتير والتنقلات الكتير رجل مش عايزها فعشان كده كان شايف أن المؤولين أقرب ملعب ممكن يلعب عليه لأن ملعب 30 يونيو ده ملعب براميز وما حدش بيلعب غيره هو خلاص واخد الملعب ده ومقدمه في الرخصة الخاصة بالملعب اللي بيشارك عليها في مباراةه الإفريقية السلام هو الملعب البديل بعد الساد القاهرة وما فيش غيره هو والمؤولين العرب ملعب طلاع الجيش مش هينفع أمنيا ملعب السكة الحديد برضو ماينفعش أمنيا فبالتالي كان هو شايف أن ملعب المؤولين العرب هو أفضل ملعب فبالتالي إفريقيا هيلعب في السلام محليا هيلعب فيه استاد المؤولين وبالتالي مباراة الأهل واسموحة بعد مباراة ميدياما بـ 72 ساعة هتكون على ملعب المؤولين العرب دي كل التفاصيل المتعلقة بالملاعب اللي هتصديه في مباراة الأهل وانتو متعودين مننا دايما الحمد لله ما بنستناش حد يقول معلومة نقولها وراء دايما لازم نسبق ولازم نقول لحضراتكم الجديد عشان لما بتطلع المعلومة من على شاشة قناة الأهل بيبقى بالنسبة لكم خبر رسمي منعا لأي اجتهادات ممكن تسمعوها من أطراف تانية نخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نواصل دخلنا في الجد خلاص ومنتخبنا الوطني بكرة إن شاء الله بإذن الله عنده أول مباراة في التصفيات الإفراقية الموهلة لكأس العالم قلت قبل كده التصفيات دي بها لأملها لما بيكون معنا منتخبات مش بالمستوى القوي لا المغرب ولا السنغال ولا تونس ولا غانا ولا الكاميرون ولا حتى نيجيريا ولا حتى جنوب إفريقيا فيمكن أقرب في ريف التصفيات قريب مننا يعني في المستوى ممكن نقول بوركنافاس ولكن ما تضمنش غادر الزمن يجيلك من جبوتي من سيراليون لقدر الله يعني إن شاء الله منتخبنا يكون جاهز لكل هذه الاحتمالات ولكن عندي تعقيب وعندي سؤال عندي تعقيب وعندي سؤال أولا تعقيب على تصريح للكابتن خالد غرابة منجير منتخبنا الوطني واللي تكلم على فكرة ليه مصر تلعب سيراليون على ملعب نجيل صناعي أولا كابتن خالد حضرتك يمكن أكتر واحد ممكن يعرف مننا أو عننا يعني إن فيه ليحة منظمة للتصفيات من ضمن البنود اللي تخص اللايحة إن فيه بند متعلق بالاستادات الفيفا بيسمح في بند الملاعب إن أي فريق عنده ملعب نجيل طبيعي ملعب نجيل صناعي ملعب فيه هاجين يعني دمج ما بين النجيل الطبيعي والنجيل الصناعي يقدر يلعب على هذا الملعب وإن الملعب ده لازم تكون رخصته ممتدة لمدة سنة وإن الملعب ده لازم يكون مطابق للمواصفات والمعايير والفيفا بيعتمد هذه الملاعب فما ينفعش نعلق على هذه التفاصيل مش عايز أقول شماعات ما ينفعش نعلق على هذه التفاصيل قبل ضربة البداية حاجات دي لو وسطت اللعيبة رغم أن هي لعيبة دولية ولعيبة كبيرة وكل حاجة بس ما ينفعش نقول مبررات زي دي وإحنا لسه بنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم في التصفيات ملعب نجيل صناعي إيه المشكلة؟ ملعب نجيل صناعي ما هو ملعب نجيل صناعي معتمد من الفيفا يعني ده ملعب نجيل صناعي من التراز الأول ملعب نجيل صناعي لسه جديد مش ملعب من الملعب نجيل الصناعية اللي مسلا بقى لها خمس سنين أو عشر سنين وما تجددتش فما تلقش الفيفا بيعتمد الملعب دي والملعب نجيل صناعي يحق السيرليون تختار ملعب نجيل صناعي وإنت في مصر ديك حق إنك اللي عايز تلعب في ملعب نجل صناعي، تلعب على ملعب نجل صناعي. فطالما اللي حت تسمح بده، ما ينفعش نعقب أو نعلق على هذه الجزئيات. لإن التفاصيل دي ممكن توصل لبعض اللعيبة. فتبقى مبررات بعد كده لقدر الله أولاً لفين نتيجة سلبية. دي نقطة. النقطة التانية، وده سؤال. أنا بوجهه للمسؤولين في اتحاد الكرة. وانتوا عارفين الحمد لله يعني الواحد بيتكلم دون أهواء أو أي أغراض شخصية. احنا بيهمنا في المقام الأول مصلحة بلدنا ومنتخبنا والقرى المصرية. ليحة التصفيات فيها بنود متعلقة بالتحكيم. أبرز البنود اللي موجودة مثلاً يعني إنك لو عايز تستخدم تكنولوجيا خط المرمى. لو عايز تستخدم تكنولوجيا خط المرمى وانت عندك الأدوات والمعادات اللي تسمح بده. أنا معرفش الأمر متعلق بتقنية الفار كمان ولا تكنولوجيا خط المرمى فقط. وده السؤال أنا بوجه له اتحاد الكور. ولكن ده لو متاح لنا ومسموح لنا. ليه ما نطلبش من الفيفا قبل أي مباراة رسمية على أرضنا بوقت كافي والفيفا حدد ده في اللايحة؟ إن تكون مباراةنا فيها التقنية دي. إن تكون مباراةنا فيها أمور تحكمية قد تكون إيجابية لنا. ليه بقول قد تكون إيجابية؟ لأن مثلاً حكم مباراة جيبوتي بقرة حكم من جنوب إفريقيا ما عندوش خبرات دولية. صغير في السن الناس في الكاف بتحاول تبروزه فعشان تبروزه تجيبوه فين؟ يا إما مطش المنتخب مصر يا إما مباراة للنادي الأهلي. وأنا لساني يعني دلدل من قطر الكلام في التفاصيل دي بقى أكتر من حوالي أسبوعين ثلاثة ودخل على شهر. وبحذر الكل خدوا بالكم من ملف التحكيم في إفريقيا لأن فيه كوارث جاية. فيه مجملات كتيرة. الأخ اللي بيعين الحكام دوي نورمانديزة الإفواري عامل كوارث في التعيينات. وفيه أعضاء في اللجنة بيلحقوه. وأنا عندي ما يوزبط ده على فكرة. قلت الكلام ده قبل كده. عندي ما يوزبط ده بإيميلات ومرسلات ومحادثات. كمان. فالناس لازم تاخد بالها. فالتحاد الكورة لو أنت مستسهل التصفيات أرجوكم يا جماعة. وده سؤال بأوجهه لكم. لو اللايحة. لأن أنا اللايحة بصيت فيها وشفتها. واللايحة على فكرة مش حاصرة عندي. اللايحة موجودة على الويبسات متعلفيفة. فيها بند بيقول لك لو عندك إمكانيات بتستخدم تخنولوجيا خط المرمى أطلبها. فهلو عندنا الأدوات دي أطلبوها يا جماعة. بدل ما يجي لح حاكم ضعيف يأثر لك على قرار لعبة ولا اتنين. تلاقي نفسك طالع متعادل مع جبوتي ولا مع سيراليون ولا أي حد على ملعبك. فبالتالي استفيد. اللايحة فيها التفاصيل حلوة على فكرة. يعني فيها حاجات ممكن تفيد منتخبنا. فالتفاصيل الإدارية اللي زي دي لا تقل أهمية عن التفاصيل الفنية. فيتوريا بيشتغل بيختار لعبته. يختار أفضل تشكيلة ربنا يكرم منتخبنا. ولكن دورنا الإعلامي. إننا احنا نفوق الناس. إننا ننور لهم اللمبة الحمرة. خدوا بالكم اللايحة فيها نقاط مهمة. اقروا. بصوا. شوفوا. اللي ممكن يفيد منتخبنا. فأتمنى التعقيب ده يوصل لمدير المنتخب. والسؤال ده يوصل لمجلز زارة الاتحاد. عشان بعد مباراة جبوتي أي مباراة على أرضنا. نستفيد بأي حاجة. ممكن تكون في صالح منتخبنا الوطن. النهاردة. التدريب الرئيسي. والتدريب كان مبكرا شوية. لأن المتش الساعة 6. جبوتي هتتمرن على الساد القاهرة الساعة 6. فالنهاردة كان تدريب المنتخب. وسبق التدريب كان فيه مؤتمر صحفي لروي فيتوريا. نقدر نقول قوام المنتخب. الحمد لله اكتمل. كل اللي عابين تواجدوا النهاردة في تدريب المنتخب. يعني زي ما انتوا شايفين دلوقتي على الشاشة. هو يمكن نجوم منتخبنا الوطني. موجودين. محمد النني بالتأكيد موجود. محمد صلاح. قدامناه على الشاشة. مصطفى الحمد. نتمنى يا رب التوفيق لمنتخبنا الوطني. القوة الضربة كلها موجودة. في كمال موجود محمد هاني. موجود محمد شريف. موجود رامي ربيعة. نتمنى له التوفيق وعودة من جديد لمنتخبنا الوطني. في الفترة اللي جاية. حرصة المرمى عندنا محمد الشناوي. في محمد صبحي. موجود كمال أحمد فتوح. يعني ان شاء الله بإذننا نتمنى التوفيق لمنتخبنا. النهاردة حسين الشحات كمان هو قدامنا. هتلقبط بنحسين والنين الفترة اللي جاية. نفس قصة الشعر يعني ونفس الفرمة. فنتمنى التوفيق رب المنتخبنا الوطني. كمان الجهاز الطبي والجهاز الإداري. أيمان عبدالعزيز مدرب المنتخب. والتدريب الرئيسي على استاد القاهرة. بكرة المطش إن شاء الله الساعة ستة بتوقيت القاهرة. نتمنى التوفيق رب لي منتخبنا الوطني. النهاردة كان فيه مؤتمر صحفي. سبق التدريب. فيتوريا يتكلم في تفاصيل مهمة. محمد النيني كان موجود كمان فيه المؤتمر. وتكلم فيه نقاط مهمة. وأبرز شيء لفت انتباهي. سؤال بخصوص الجمهور. اتسأل محمد النيني. وفيتوريا عجب السؤال. فبعد إجابة النيني. فيتوريا علا كمان على موضوع الجمهور. والناس كان بتتكلم بفكرة. نتمنى نشوف ملعبنا في الفترة اللي جاية. مع منتخبنا حضور جماهيري كامل العدد. شركة تسكرتي خفضت سعر التذاكر نوعا ما. عشان الناس تيجي تحضر. فنتمنى يا رب نشوف حضور جماهيري. زي ما قالي النيني. بصوا على ملاعب الجزائر. ملاعب المغرب. ملاعب تونس. حضور كبير جدا. لأن ده منتخب البلد. فنتمنى يا رب نشوف حضور كبير لمنتخبنا الوطني. مع الجماهير المصرية. ابتداء من لقاء جبوتي غدا. نطلع نشوف كلام فيتوريا. ومحمد النيني. وبعده نطلع فاصل. ونرجع بعد المؤتمر. والفاصل عندنا كلام مهم جدا في آخر أخبار الترنت. هذا هو مكتشط موطنس. وضبعا الظروف اللي احنا فيها لدي. وخاصة مع المباراتين دول تحتمل موطن. في ظروف خاصة كده. نحن نجد الآن. ثم نفذيز موطن. نحن نلعب المباراة. وبعد المباراة اليوم اللي بعده سيكون معنا لحلة طيران تقريبا بما يقارب التسعة ساعات. ومن يومين فقط بعد المباراة اليوم اللي بعده سيكون معنا لحلة طيران تقارب التسعة. ويحفظ كلام موطن. ويحفظ كلام موطن. ونظرة لحلة طيران. ونحن مباراً سنقعد كندي ونجميل بعدين سنقعد س copper العرافة لأن guarantees لا نسبع الش Bonjour. هذه النقطاع الموادشبات وإن ش splالتها الترتفاع واحدة الموادشبات ترجمة نانسي قانا هي الحاجة اللي بالنسبة لك كانت هي الحاسمة اللي كانت هتدي لك الفرق عشان تتأهل فلازم من البداية ان احنا نبص على المباراة دي كلها بنظرة كوية جدا ان هي ان شاء الله يكون هدفنا فيها الفوز ونطمح منها للمكتبات من اجل التأه احنا بصراحة يعني احنا بنبقى زعلان جدا طبعا احنا بنجي نلعب في بلدنا وفي السادة القاهرة وما فيش فيه جمهور يعني فاحنا بنشوف لما نروح الجزائر بنروح اي بلد افريقيا اي بلد تونس اي بلد افريقية بنشوف جمهور مع المنتخب بنشوف قدي الجمهور مالي الاستاد فبتهايق لي يعني دي بتبع نقطة جوة بالنسبة لهم يعني احنا بنشوف دائما اي بل اي فرقة من روح اي فرقة كانت صغارة كبيرة فبقى الاستاد مليان فان بشوفها شوية ليه يعني مش كويسة اللي احنا نلعب في المنتخب في بلدنا هنا وما فيش جمهور ويعني بتمنى بتمنى الجمهور تاني يرجع تاني الاستاد ويبقى مالي الاستاد عشان احنا نكون لنا من حد البلد يعني نكون لنا نحب منتخب مصر اكيد والناس حبانا نكسب وحبانا منتخب وصف كاس عالم وناخب في دولة افريقيا فاحنا بناخد يعني القوة دي من نوكو يعني بناخد القوة دي من جمهور مصر طبعا فبتمنى ان شاء الله بكرا يكون الاستاد مليان ان شاء الله ويكونوا جنبنا في كل الخطوات اللي احنا جايين اهلا بحضراتكم من جديد وفكرة اخبار تريند والبداية هتكون من تريند الاهلي البداية معنا في تريند الاهلي من حساب يلا كورا بتكلموا على برنامج استعداد الاهلي مواجهة ميدياما الغاني في دورة ابطال افريقيا وده الجزء اللي تكلم عليه في بداية الحلقة ان اول تدريب هيكون يوم الحد الجهاز الفن هيرجع السبت تدريبات لمدة 3 ايام ثم اجازة الاربع ثم تدريب 5 جمعة قبل مواجهة ميدياما يوم السبت على ملعب استاد السلام ايضا حساب الوطن الرياضي بتكلم على رقم احصائي مهم جدا من خلال موقع فوتبول داتا بيز قالوا فيه ان الاهلي تصدر قائمة افضل اندال افريقيا في التصنيف الشهري بـ 1703 نقطة بينما يحل سانداونز في المركز اللاثاني بـ 1665 نقطة عموما في التصنيف الافريقي الاهلي في الصدارة في المركز الاول ضمن اخر خمس سنوات او حتى على مستوى نادي القرن حساب الوطن سبورتي بتكلموا ان فيه تفاوض مع مهاجم بوركينا فاسو اللاعب بيلعب في الدوري الروسي اسمه محمد كوناتي هذا الكلام بالتأكيد غير صحيح بتكلموا ان فيه يعني مصدر ان فيه مفاوضات معاه وفيه مبلغ كبير لضمه ولكن انا بأكد لكم ان ملف التعاقدات والصفقات لسه ما دخلش في تفاصيل مهمة جدا خاصة في مركز المهاجم في جلسة اعتوقت في بداية الاسبوب عمين الكابتن محمود الخطيب مع مرسل كولر عاقب عودته واكيد هيبقى فيه تفاصيل متعلقة بالمرحلة الجاية ولكن مركز رأس الحربة ما فيهش كلام عليه خالص دلوقتي طيب نكمل مع بعض ونروح لحساب يلا كورة مصدر ليلا كورة الخطيب اجتمع مع شركة الكورة بالاهلي لوضع خطة العمل بالامس كان فيه عدة اجتماعات اولا مع شركة الكورة او حتى مع مسؤولي قطاع الناشئين والاكاديميات بحضور ايضا لجنة التخطيط كانت اجتماعات مستمرة لأكتر من عدة ساعات بالامس في مقر النادي في مدينة نصر واكيد الفترة اللي جاية عندك ملفات كتيرة فلازم تشتعل عليها سواء في الاكاديميات في خطاع الناشئين شركة الكورة وتعظيم ما دورها في الفترة اللي جاية فاكيد اجتماعات عشان الامور الإدارية والفنية وكل ا agile حضرت فيما يخصها هتوعد في الاكاديميات وتتكلم على الاكاديميات بيحضر الكابتن شطة هتتكلم على خطاع الناشئين بيحضر الكابتن بدر رجب الكابتن وليد سليمان الكابتن محمد شوقي المهندس عدل قيعي عضوية أحمد حسام عوض الأستاذ خالد عبدالقادر فبالتأكيد كلام مهم جدا كمان آخر حاجة بنوطلع لفاصل يوم السابع بيقول الأهل يرفض قطع إعارة القندوس من سيراميكا في يناير لا الأهل طلب من سيراميكا ولا سيراميكا أصلا رفض فبالتالي للأسف الناس بتكتهد في هذه التفاصيل ولسه بدري على انتقالات يناير فاصل ثم نوصل أهلا بحضراتكم من جديد والجزء الأخير من برنامج التريند هكمل مع حضراتكم تريند الآن عندي نقطة مهمة جدا اللي هي علاقة بالأرقام والإحصايات حساب كورا بلاس نقلا عن صحيفة المركة الأسبانية قالوا فيها أن كولر وبوب كورديولا بينافسانا لويسا كاسترو على لقب المدربة الأكثر تحقيقة للانتصارات عام عشرين تلاتة وعشرين لويسا كاسترو هو مدرب الناصر السعودي ففيه منافسة بين كولر وبوب كورديولا علاقة بالمدرب الأكثر تحقيقا في الانتصارات عام عشرين تلاتة وعشرين كاسترو ستة واربعين فوز جورديولا أربعين وكولر أربعين يعني رقم كاسترو يمكن ست لقاءات زيادة ولكن الآلة عنده منشاط أكتر ما بين جورديولا ولويس كاسترو خلال الفترة اللي جاية نروح للمشاركات والسؤال اللي طرحنا في بداية الحلقة بقرة ممارات منتخبنا مع جبوتي توقعاتكم لتشكيل منتخب مصر اللي هيختاره فيتوريا غريب بيتوقع أن الشناوي في حراسة المرمى هاني باكريت محمد حمدي باكليفت منعم وجبر اتنين مساكين وسط الارتكاز النيني حمدي فتح امام عشور في الأمام صلاح مرموش مصطفى محمد وإن شاء الله المنتخب يفوز أربعة سفر نروح لسامح بيقول تحياتي ليك تحياتي ليك أوسو السامح هتوقع التشكيل الشناوي هاني منعم علي حمدي حمدي فتح النيني طريق حمد صلاح مصطفى تريزيجي إن شاء الله نكسب تلاتة سفر أهلاوي أنا والفخر لي محمد عماد بيقول أتوقع الشناوي هاني منعم علي جبر محمد حمدي إنني حمدي إمام عشور صلاح مصطفى مرموش إن شاء الله المنتخب يفوز سفر تلاتة أنا شاف التواقعات كلها قريبا من بعضها حنان بتقول أتوقع إن الشناوي في حراسة المرمة هاني منعم علي جبر محمد حمدي طريق حمد إنني حمد فتحي صلاح تريزيجي ما بين قصويا مرموش مصطفى محمد ان شاء الله النصر لمصر اهلوية انا والفخر ليه يعني الطاقات كلها رايحة في نفس اطار التشكيل حراسة المرمى الدفاع ولكن لو بدأ مرموشي بقى تريزيجيه عالدكة ولكن اصرار على تواجد مصطفى محمد وكمان معايا محمد صلحات الدفاع الرباعي زي ما هم وسط الملعب مفيش تغيير على فكرة حمد فتح طارق حامد النني او تواجد امام عشور مكان طارق حامد عموما كل التوفيق يا رب المنتخبنا الوطني غدا تكون ضربة البداية بنتيجة واداء مهم جدا في تصفيات كأس العالم في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة والى اللقاء الاسبوع المقبل في حلقات جديدة من برنامج الترنت شكرا والى اللقاء